تريد تفاصيل أكثر ولا مليت؟ تفاصيل أخرى نجدها في شرح النهج لابن أبي الحديد في المجلد الأول الصفحة 164 يقول وروا كثير من الناس يعني حتى تعرف أن هذه الرواية متعددة الطرق كثير يرونها وروا كثير من الناس أن أبا بكر لما نزل به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر ما رأيك فيه؟ فقال إنه أفضل من رأيك فيه إلا أن فيه غلظة فقال أبو بكر ذاك لأنه يراني رقيقا يعني على رقة أبو بكر ذاك لأنه يراني رقيقا من رقتي كان يحرق الناس أحياء من منتهى الرقة يعني من رقتي أنه كتب إلى زياد بن لبيد أن الناس الذين امتنعوا عن الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله بس امتنعوا عن دفع الزكاة له ما قروا به خليفة اجمعهم في حضائر واقتلهم شر قتله وبالفعل هكذا حصل مقابر جماعية سوله إبادة جماعية سوله هذا الرقيق هذا من رقتي أنه يهدد الناس في أول خطبة خطبها بعدما استولى على الحكم وقال إذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني فإن لي شيطانا يعتريني لا أؤثر في أبشاركم وشنو يهددهم هكذا تهديد هذه الرقة الذي فعله في سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها كان رقة لما قال لعمر اذهب وإيتني به بعلي عليه السلام بأعنف العنف وين الرقة هذه كلام ببلاش مثل ما صدام مرة كان أنا أذكر سامعة واحدة من خطاباته قال أنا ترى قلبي جدا رقيق إلى درجة أنني أتألم أذكر قال هذا الكلام أتألم لو أنني دست على نملة النملة من تموت قلبي يتألم زي وهل عالم هاي كلها هالإبادات الجماعية والمقابر الجماعية ما تألم قلبك يعني كلام ببلاش الطغات يتكلمون مثل هذا الكلام فقال أبو بكر ذاك لأنه يراني رقيقا ولو قد أفضل أمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه يعني لا تخافون عمر من يتولى بعدين رح يصير رقيق يعني يترك كثيرا من غلظته وقسوته وفضاضته وما شاكل بس المصيب أنه هذا ما صار العكس هو اللي صار أنه صار أفض وأغلظ كما ضرب أبا هريرة ضربا مبرحا كما مر معنا جلد ظهره وأخذ ماله وشتم عرضه أيضا بأمه قال ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر الحمير يعني أجلكم الله ورجعت يعني تغوطت ما ترك شيئا يعني على حال عمر بل صار أفضع إلى أن يقول الآن هذه الرواية يقول ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال إنه بلغني أنك يا خليفة رسول الله عياذا بالله استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه في عهدك يعني فكيف به إذا خلا به وأنت غدا لاقن ربك فيسألك عن رعيتك فقال أبو بكر أجلسوني ثم قال أب الله تخوفوني إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت عليهم خير أهلك فقال طلحة هذه عبارة حذفوها في كل الروايات السابقة لأنها خطيرة فقال طلحة أعمر خير الناس يا خليفة رسول الله يعني هذا عمير هذا خير الناس تقول استخلفت عليهم خير أهلك هذا الكلام مقبول هذا الحتي هذا ما تحملها القوم في رواياتهم فحذفوها بطبيعة الحال لأنه عندهم أنه لا عمر خير الناس يعني بعد أبي بكر هو خير الناس فمحال أن طلحة يتكلم مثل هذا الكلام لكن الواقع أنه تكلم وأمارة صدق هذا المنقول عن طلحة أنك تجد ما هو أهون من ذلك حذفوه وعتموا على اسمه وأخفوه فكيف بهذه قال طلحة أعمر خير الناس يا خليفة رسول الله تقول الرواية فاشتد غضبه أبو بكر ما يرضى على عمر هذا صاحب الذي مهد له الأمر لو لاه لما غدا أبو بكر حاكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يقول فاشتد غضبه وقال إي والله هو خيرهم وأنت شرهم أنت يا طلحة أنت شر الناس يلا أما والله لو وليتك لجعلت أنفك في قفاك عرفت شلون هكذا يعني ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو الذي يضعها أتيتني وقد دلكت عينك تريد أن تفتنني عن ديني وتزيلني عن رأيي قم لا أقام الله رجليك أما والله لئن عشت فواق ناقة ما بين الحلبتين يعني مقدار قصير يقصد وبلغني أنك غمصته فيها أو ذكرته بسوء إذا سمعك ذكرت مرة أخرى عمر بن الخطاب بسوء لألحقنك بمحمضات قنة شنو محمضات قنة موضع كانوا يرعون به الإبل يعني قلت رأى رجعك إلى ذلك الموضع أنت حدك بس شنو ترعى البعران هذا حدك أنت لألحقنك بمحمضات قنة حيث كنتم تسقون ولا تروون وترعون ولا تشبعون يعني ذكر بأيامهم من قبل مثلا في الجاهلية كيف كانوا يعيشون هؤلاء بنوتين يعني كانوا عمال في الحقيقة خدموا عمالوا كذا ويعملون هكذا بشبع بطونهم فقط وأحيانا ينقصوا حتى لهم من هذا فلا يشبعون ولا يروون كل شيء لدى السادة وأنتم بذلك بجحون راضون ممكن نقول هكذا يكون المعنى باعتبار الجحون من جحنة أنه ساء غذاؤه يعني كانوا راضون حتى بسوء التغذية يعني راضون بذلك أو أنه يقول وأنتم بذلك بجحون راضوهن من التبجح الله العالم ماذا كان يعني يقول فقام طلحته فخرج انطرد بعد يعني بعد هالإهانات انطرد وبالعودة لكتاب منال الطالب لابن الأثير الصفحة 280 نجد أنه يقول دخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر الصديق على حد زعمه لا أنا الله الزنديق في علته التي مات فيها فأصابه مفيقا فقال له أراك بارئا يا خليفة رسول الله فقال أما إني على ذلك لشديد الوجع ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين الأولين يشتكي منهم يقول منكم أنتوا اللي مرثوني موتوني ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين الأولين أشد علي من وجعي إني وليت أموركم خيركم في نفسي فكلكم ورم من ذلك أنفه يريد أن يكون الأمر له دونه شوف كيف يفتحون بعضهم بعضا كيف يفتح بعضهم بعضا يعني أبو بكر يقول أنا الذي لقيته منكم أشد من علتي أنتوا يا معشر المهاجرين الأولين السابقون لاحظتم يقول لما سمعتم أنني وليت عمر كل واحد منكم صار أنفه متورما تورم أنفه كلكم ورم لذلك أنفه لأي سبب رجاء يكون الأمر له كل واحد يتمنى هو يكون بمحل عمر هو الذي يكون حاكما طلحة يتمنى والزبير يتمنى وسعد بن أبي وقاص يتمنى وعبد الرحمن بن عوف يتمنى كلهم يتمنون يتمنون أن يكونوا هم بدلا من عمر يريد أن يكون الأمر له دونه شايف كيف تكالبهم على الدنيا وعلى الإمر وعلى السلطان وبعد ذلك تتعجب أن كيف خان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيه وولي عهده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأنه الملك حكم شهوة الحكم والملك ما تحملوا أن يكون علي عليه السلام وهو أصغرهم سنا واليا عليهم متوليا عليهم ما تحملوا ذلك إلى أن يقول فقال له عبد الرحمن خفض عليك يا خليفة رسول الله فإن هذا يهيضك إلى ماذك يعني ريح نفسك يعني لا تخرب عصابك وتستاء حالتك الصحية أكثر فأكثر المهم هنا في كل ما سردنا مطلوبنا في ورقتنا البحثية هو هذا أن نكشف للأمة أن ابن الخطاب على خلاف ما يتصوره العامة العمياء من أنه كان عادلا يتغنى بعدله الحق أنه كان على غير هذه الصفة تماما بل عرف بالطغيان كيف؟ لأنهم قالوا كما مر معنا في الخبر الصحيح قالوا لأبي بكر استخلفت علينا عمر وقد عتى علينا ولا سلطان له فكيف لو ملكنا كان أعتى وأعتى ما معنى عتى علينا لما تقرؤون في الذكر الحكيم لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا شون يعني عتوا عتوا كبيرا راجعوا التفاسير روحوا افتحوا تفسير الجلالين مثلا هذا أيسر التفاسير عند القوم يقول لك يعني طغوا عتوا طغوا طغيانا كبيرا فلما يأتي هؤلاء وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله علية القوم منهم يأتون إلى أبي بكر ويشهدونه وأبو بكر ما رد ذلك انتبهوا ما قال لا حاشا لله حاشا لعمر ما كان عمر وقد عتى عليكم متى عتى عليكم ما قال كل الذي قاله وقال لا هو لأنه أنا رقيق بعد ذلك ترى رح يترك إن شاء الله هذا العتو وهذا الطغيان والذي اكتشفنا أنه ما حصل في كل الأحوال قد ثبت أن عمر بن الخطاب في نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من السابقين الأولين طاغية وكانوا يخشون أن يتولى الأمر لأنه سيكون أعتى وأعتى أكثر طغيانا أفض وأغلظ كما صرحوا في هذه الروايات فكيف تأتيني أنت بعد كل هذه الحقائق الثابتة في مصادركم بالأسناد الصحاح والطرق المعتبرة كيف تأتيني ولا تستحي على وجهك واتقول عمر عادل ترجمة نانسي قنقر